إلى خبرنا الأخير حيث أنجزت إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة منطقة الموردة سبعة بضاحية السيوح اذ تم تركيب أربعمائة وثلاثة وعشرين عمود إنارة وتمديد كيبلات بطول عشرين كيلومتر واستخدام مصابح موفرة للطاقة بقوة مائة وعشرين وات بتكلفة تبلغ نحو مليون وسبعمائة وأحد عشر ألف درهم هذا وتتواصل مشروعات إنارة الشوارع والطرق في جميع المناطق بالشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية حيث تتم تحت إشراف كامل من الفرق المتخصصة بالهيئة والتأكد من مطابقته لأفضل المواصفات